بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معدنا مع المحاضرة التاسعة من المحاضرات الفيجوال بيزيك الفين وعشرة النهاردة ان شاء الله نستكمل مع بعض البروشيكت بتاعنا الو الخاص بالكالكوليتر على فكرة جمعة البروشيكت ده كان بروشيكت ستة مش خمسة البروشيكت ده زي ما اتفقنا وكنا بعمل في كالكوليتر في زرارة برعا عن الاد ده بيروح يجمع ونم ونم ويحطوهم داخل الايه اللي اسمه اللي هو الريزلت بتاعك طبعا اللي بيقل عملنا الكلام ده ازاي هروح اضغط ضب الكريك على الزرار دوت وادي الكود بتاعي ما فيش ايه مشكلة خالص شرحنا بالتفصيل المحاضرة اللي فاتت انا عايز اعمل بعض التعديلات في هاجي عند الجزء الخاص بازهار النتيجة اللي هو او الريزل دوت تيكست هروح اخلي كومنت عن طريق حرف الطه هضغط على حرف الطه قبل يا كده هيروح يعمل ليه سينجل كوت طبعا انا ممكن اعمل شفت مع الطه يعمل لي اتنين سينجل كوتيشن اتنين دابل كوتيشن لا انا عايز اعمل سينجل كوت فيخليلي الكلام ده كأنه كومنت فده اصبح بالنسبية لي كأنه كومنت ده كده ملوش اي لازمة خالص مش هتنفذ عندي داخل البرنامج طيب انزل على السطرة اللي بعديه وابدأ اظهر النتيجة في شكل مختلف هتظهرها في ايه في ام اس جي بوكس هتظهر الرزلت في ام اس جي بوكس اروح شغل برنامج اقول له مثلا ستة وتمانية هتطلع للنتيجة 14 فين داخل رسالة ادي طريقة هروح اعمل السطر ده كمان كومنت عن طريق حرف الطه هعمل سينجل كوت واقول له بدل ماسج بوكس لا انا عايز يظهر في ماسج بوكس دوت شو ماسج بوكس دوت شو روح الزهر اللي فيها الايه الرزلت طيب ايه الفرق انت شغل برنامج وهناعرف الفرق هقول له تمانية وستة اقول له اد يطلع لي كام يطلع لي اربعتاشر طيب ايه الاختلاف ما هو هو نفس الشكل لا الاختلاف في التالي الاختلاف انك انت هنا عندك مجموعة من البرامترز في المسج بوكس دوت شو اقدر اشتغل بيها يعني لو جيت كده بعد الريزلت وقلت له كومة هيطلع لك باية البرامترز ايه البرامترز زيت البرامترز زيت هنا مثلا اول حاجة تيكست النص اللي يطلع لك في الايه في المسج الجزء التاني اللي هو الكابشن الكابشن اس سترينج اللي هو اعمال الرسالة طيب هروح اعمل عشان اشتغلك ايه سترينج واقول له مسلا ان ده الريزلت تمام هروح اعمل كومة هيقول لي خلي بالك انت كمان تقدر تختار الرسالة اللي تطلع لك اه فيها كام زرار اوكي كانسل ري تراي ياس ونو هاختار مسلا اوكي وكانسل وهكذا اذا عندي مجموعة من البرامترز زي مثلا هنا ظهرت هنا ظهرت هنا النتيجة بتاعتي عادي جدا ما فيش ايه مشكلة مكان النتيجة مفروض يظهر نص الرسالة يعني لو جيت كده كتبت اتنين دابل كوتيشن وكتبت مثلا هالو مفروض تطلع لك كلمة هالو كنص انا بدي انفرميشن معاينة مسلا اليوزر وده عنوان الرسالة من فوق في التايتل بار بتاعها وده مجموعة الازرار مكونة لإيه للرسالة طبعا مش عايز كده انا عايز هنا يظهر للريزلت هروح اشغل البرنامج هقول له تمانية وستة مسلا مفروض يطلع لعربعتاشر بصوا الاختلاف ادي ادي شكل الرسالة هنا اطلع لتايتل بار مكتوب فيه ريزلت عندي اتنين زرار كنسل و اوكي وادي النتيجة بتاعتي لو مكان نص الايه الرسالة طبعا اوكي و كنسل انا في حالة دي مش تنفع هروح اشيل الاخر برامتر هستكفى بس بايه بالاتنين دول بس دي فايدة المسج بوكس دوت شو ده اول جزء في التعديل بتاع البرنامج طيب انا عايز كمان اعمل شوية التعديل تاني يعني مثلا هاي جينا هروح عالتولز بتاعتي واروح اضيف جروب جروب بوكس ادي الجروب بوكس واروح بقى ايه في البرو بيرتز ابدأ اشتغل على الجروب بوكس زيت هاي جينا اقول له انا عايز الجروب بوكس زيت يكون مكتوب هنا أسماء العمليات اللي انت هتشتغل بيه اقدر اديها مثلا فونت معين فونت هقول له مثلا الفونت اللي يكون هنا يكون مثلا خمستاشر اذا اي حاجة حطها هنا هيتغير فونت بتاعها لتلقائي لخمستاشر عايز تعملها باكجراوند كالر ولو مثلا باكجراوند كالر ونختار مثلا اللون يكون وليه يكون مثلا اللون دوت نيبقى انا كده خلصت الايه البرو بيرتز بتاعت الايه الجروب بوكس هارجع تاني للتولز بتاعتي هارجع تاني للتولز واروح اضيف مجموعة من الراديو بوتن دور الحرف الار الراديو بوتن ادي اول الراديو بوتن عملت عملية سحب لي ممكن اخذ كوبي بست كنترول سي كنترول في طبعا ممكن اعلم على التلاتة كده وانا اضغط على الكنترول واحد واحد واروح على فرمات وقل لي عايز اروح اعمل align عايزك تعمل لي محاذاة للتلاتة نحية الايه نحية left كده التلاتة مع بعض هقول له فرمات وفي عندي حاجة اسمها vertical spacing و horizontal spacing انا هنا هميني الايه الvertical هقول له خليهم make equal خلي التلاتة قضي بعض في الايه في المحاذاة هروح كمان على البرو بيرتز وابدأ بغير في البرو بيرتز الخاصة بي هقف الاول على الراديو بوتن الاولاني هروح للتكست بتاعو وهكتب هنا add هيجي هنا هيجي هنا في التاني وبدل ما هو وبدل ما هو راديو بوتن 2 هقول له sub سبتراكتين وهنا هقول له multi multiply وهنا هيكون divide عشان نعمل عملية الاسم أنا كده غيرت في التكست عايز كمان اروح اغير في الايه في النايم النايم ده هنسمي راديو بوتن rbtn add وده هنا هسمي rbtn sub اللي هو راديو ملتون هسمي rbtn multi وده div اسمي rbtn div يبني عندي كده كم زرارة عندي كم راديو كان عندي كده اربعة واحد rbtn add rbtn sub rbtn multi rbtn div ده بالنسبة للشكل النهاية بتاع البرنامج طيب الزرار ده كده اصبح كده بالنسبة لي ملوش لازمة هروح اعمل له عملية delete واروح اعمل add لزرار تاني هروح اعمل add لزرار تاني اهو مثلا الزرار ده هكتب فيه التالي هقول له شو resultة مثلا تمام تمام هروح اسمي btn show result btn show result هتدي الفونت وليكن الفونت بتاعه نخليه مثلا 14 ويكون bold وهكذا انا كده خلصت كده الانترفيز بتاعي لالحزبة بتاعتي عايز اروح اعمل لعملية جمع هكتب هنا الارقام بتاعتي اضغط على add واضغط على show result تطلع للنتيجة يبه هجينا في show result وابدأ اشتغل اولا الجزء بتاع الفاكرين الماوس leave طبعا الجزء ممكن تشايل كله الماوس leave الماوس enter بلو مش لازمة داتي من نسبالي فاكرين الزرار وابدأ اشتغل من جديد هابدأ اكتب الكود بتاعي من جديد الاول تعالي كده برضو نغير في الانترفيز نعمل حاجة كده جديدة برضو اول ما يضغط مثلا على add يظهر لي هنا جنب اللابل هياخد اللابل ده كده في الجزء ده كده يظهر لي مثلا نوع العملية وليكن عن طريق الاشارة يعني مثلا هاي جينا في الجزء ده اللابل ده وهسميه lbl operation lbl operation طيب lbl operation دوت هتشتغل بايه هقولك اول ما اضغط على add يبقى روح اضغط على add كده double click اقوله اول ما تضغط على add دوت روح اخلي lbl operation دوت dot text بيساوي علامة الجامعة هياخد الكود ده كده copy paste او لا مش هحتاجه copy paste لان كل واحد مضغيره ماشي هياخده copy paste وابدأ اعدل نابرحتي هيجي هنا عندي sub double click اعمل copy paste واخليها sub ليا ماينس بنفس الطريقة في المالتي copy paste واخليها علامة الضرب عند ال div برضو نفس القصة واخليها ايه اسمه يبقى مجرد الضغط على click على ال radio button اللي انت عايزه بيروح يحول لك dot text اللي هو النص بتاع lbl operation للعلامة دي ايا كانت بقى العلامة حسب كل واحدة على ايه على حدة اتبتع نجربها الاول اسايف الشغل بتاعي اتبتع نجرب اول ما ادسل على add هيطلع لك زائد ادسل على sub يطلع لك نقص ادسل على multi يطلع لك علامة الضرب ادسل على dv يطلع لك علامة ايه الطرح فاضل بقى ان انا اروح اكتب الاكواية الداخل اللي ايه الزرار دوت هقول له ايه هقول له لو روحت لقيت الاول قبل ما لو روحت لقيت قبل كلمة if num1 b equal txt num1 dot text صح كده و num2 نفس القص و num2 نفس القص دول كانوا موجودين معنا في المثال اللي فات ما فيش ايه مشكلة خالص طيب هقول له ايه لو روحت لقيت if لو روحت لقيت ايه ان ال r btn الزرار بتاع اددوت رحت عملت له عملية check اللي check بتاعته dot checked b equal to ro يعني لو حد راح عمل له فقل عملية check اضغط enter راح كتب لي zen و راح كتب لي end if لوحده يبقى انا كل بقول له ايه بقول له if لو روحت لقيت r btn add اللي هو زرار اللي هو ال radio button بتاع add ما عمل له عملية check بترو يعني فعلا راح حد اختاره هتروح تعمل ايه طبعا المفروض انك انت هتروح تعمل عملية ايه عملية جمع هيبقى result صح b equal a num one plus num two ايه دي اول حاجة ده بالنسبة لأول حالة ايه الحالة التانية يبقى if if else او else else if else if ايه الر btn بعد ال add عندي sub dot checked b equal true هتروح تعمل ايه هتروح تعمل نفس العملية لكن عملية طرح صح كده else else if لو روحت لقية الر btn بتاعة المالتي dot checked b equal true هتروح تعمل نفس العملية ولكن هاخد كده كوي بست ولكن هتكون عملية ايه multi عملية ضرب اخر احتمال اخر احتمال يبقى اكيد else مش ينفع معايا else if انا مش احتاج else if اخر حاجة ولا دا ولا دا يبقى مش فاضل غير عملية الايه اللي اسمه else r btn r btn لمين اه اه افضل لك ال div صحيح كده dot checked b equal true هيروح يعملي بقى هيروح في الحالة دي يروح يعمل عملية اسمه خلص انت كده خلصت بعد لما تخلص if خالص روح بقى اظهر الكلام دا داخل l bl مش هنزهره في message هنزهره في l bl result dot text هتظهر ايه هزهر ال result صحي كده لحد الان كده انا شغال تماما افش ايه مشكلة خالص اروح اشغل البرنامج ادي البرنامج بتاعي لكن ما اختر ليش حاجة يفضل اول ما اول ما يعمل عملية load يروح يشغل الايه ال add علشان ما يحصلش ارور يعني ممكن انت تروح تعمل عملية دي مثلا انجامع او ضرب او طرح هقول له 6 او 7 هقول له شو result يطلع لك اسمه ليه اسمه لان انت ما اخترتش ولا واحدة فهو اختر لك else هو هنا اختر لك الايه ال else الواحده علشان كده يفضل انك انت اول ما تروح في الفورم لود مثلا كده دابل كاليك في اي حتة فاضية داخل الفورم هتقول له في الفورم لود انا عايز اول ما اول ما يعمل فورم لود يروح يعمل بي تي ان لمين للاد دوت تشكد خليه بترو روح خليلي الايه اول ما تعمل فورم لود اول ما تشغل النموذج بتاعك روح خلي خليلي الاد لو الرادي بتاع الاد يكون بايه اللي بتاعة بترو يكون متعلم عليه اروح شغل برنامج زي ما انت شايفين اول حاجة راح جاب لي علامة الايه الجمع يعني باي دفولت يعني هقول له 7 وثمانية لو اد هيطلع بخمسة عشر لو سب هيطلع بمينس ون لو مالتي هيطلع بستة وخمسين لو ديف هيطلع بكامب او بوينت او بوينت اه ات سيفن لحد الان كده احنا كده اللي احنا عملنا النهاردة اللي احنا روحنا غيرنا في الدوت تيكست بتاع ال ال بي ال اللي هو اللي جنب الريزلت عن طريق انك انت اول ما تضغط على الراديو بوتن هيروح يغير لك اللي ايه العملية الحسابية يخلك شكلها مختلف عن طريق بس كتابة اللي ايه ال ال بي ال ال او بريشن دوت تيكست بي ايكوال اللي ايه الاشارة اللي انت شايفينها ديت طبعا تستطيع شكلها بين وين روحت عملت مجموعة من المحاولات مجموعة من الاحتمالات عن طريق ايف وما فياش اي مشكلة خالص طبعا انت هنا روحت تعرفت متغيرات في الجلوبال عرفناها قبل كده وعرفنا اهميتها اه النام وان والنام تو هو عبارة عن المتغير اللي اخزن فيه النص اللي اليوزر هيكتب لي اه هيكتبوا لي داخل المربع النص سواء المربع النص الاول او التاني بتاع نام وان ونام تو بعد كده هروح طبعا اشتغل بي ايف عادي جدا مفيش ايه مشكلة خالص لو روحت لقيت ان الاد معمول لها روح اجمع لو روح طبعا اجمع واحط الكلام ده في الرزلت الاسف يعني الاحتمال التاني لو روحت لقيت ان السبب معمول لها تشكد روح اترح الاحتمال التالت لو روحت لقيتها مالتي معمول لها تشكد لو الملتيبلاي روح اترب وحط النتيجة برضو في الرزلت ما فيش ولا احتمال من دول ما عندكش غير احتمال رابع هو ده الاحتمال باي دفولت بتاع يعني باي دفولت هيشتغل عليه لو ما لاقاش اليوزر اختار اي واحد من التالت اللي فوق هيروح يخلي الديفولت يكون بتروح وبعد كده يروح يقسم ويحط النتيجة في رزلت فضلك انك انت تحط الرزلت داخل داخل اللي بي الرزلت اللي هو اللي بي بتاع النتيجة عايز زي ما اتفقنا عايز تجينا تعمل كومة تعمل وتروح تكتب مسج بوكس مثلا وبتروح تحط النتيجة هنا ما فيش اي مشكلة خالص اللي هو رزلت كده شغال وكده شغال بس انا كنت عايز اشتغل بالاي بالطرية الاولى وبكده يكون انتهت السنة النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته